اهلا بكم في الفيديو رقم سبعة من سلسلة فيديوهات على البي ام اس في الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا ان الديديسي هات اللي هي ديرك تديجيطال كنترول بيكلمه بعض ان انا ممكن يكون عند اكتر من ديديسي في الدور الواحد او في المكان الواحد الديديسي هات بتكلم بعضها ببروتوكول اسمه الباكنت مستر سليف ترانسفير بروتوكول وقلنا ان البروتوكول ده بتقدر تتكلم به عن طريق كابل ثلاثة وير وبيتوصل توصيل اسمها RS475 تمام وقلنا علشان اديديسي هات تكلم الكور اللي هو اسمه تيسي بي باي اي كور بحط انترفيز هنا تمام الانترفيز دي بتحول لي الباكنت مستي بي بتحوله لي لباكنت اي بي علشان اقدر ان انا احطه على الشبكة بتاعتي اللي هي اسمها تيسي بي باي اي بي وقدر ان انا اكسيزه من اي مكان علشان اعمل عليه مانيجمنت و سوبر فيجن السؤال هنا هل الديديسي هات بتتكلم بالبروتوكول اللي هو اسمه باكنت مستي بي بس ولا لا ده اللي حنشوفه ان شاء الله في الفيديو ده الحال ان انا عندي اه بروتوكول بروتوكول بيتكلم بهم الديديسي هات عندي بروتوكول اسمه نفتح الاول كده وبعدين نفتح العلم عندي بروتوكولين بابتدي باشتغل بيهم تمام البروتوكول الاولاني اسمه باكنت مستي بي والبروتوكول التاني اسمه لونتوك او لونورك طب ايه الفرق بين الاتنين بروتوكول ده البروتوكول ده امريكي وبيتوافق مع الكود الميكانيكي اللي هو اسمه العشري او العشري تمام اللونتوك ده اوروبية ده برضو بيتوافق مع الاي تريبل اي والايزو تمام يبقى البروتوكولين والاتنين بروتوكول برضو بيتنقلوا عن طريق كابلة ثلاثة وير او ثلاثة كور والاتنين بيستخدمهم نفس التوصيلة اللي هي RS485 وحنا حريبا نتكلم عن RS485 وحنا نتكلم عن البروتوكولات وحنا نتكلم عن التواصلات الكلام ده كله بعدين طيب دلوقتي لو انا عندي حنبتد بقى نرجع نرسم الخط ده بيمثل TCB باي اي بي زي ما قلنا قبل كده قلنا ان احنا ممكن نعبر عنه تيوب قلنا ان احنا ممكن نعبر عنه بخط هنا عندي المانجمينت ليبل والسوبر فيجن ليبل وبوصلها عن طريق كابل كاد 6 الفتحة بتاعته RG45 بيتكلم بروتوكول اسمه باكنت اي بي عندي هنا مجموعة دي دي سي هات دي دي سي ون دي دي سي ده اللي هو الديجيتل ديركت كنترول اللي بعد منه من هنا بابتدت ان انا اطلع بشوية امبوتس او بوصلها على المكينات بتاعتي تمام بحط انا هنا انترفيس جميلة كده تمام الانترفيس فيها فتحة RG45 فأنا بوصلها بكابل CAD6 فهي بتتكلم بالبطر مع TCPYIB والبطر تقول اللي اسمه BACNET IP لو انا هحول لMSTP وبعدين هبتدي ان انا اربط DDC هات ببعضها وفي اخر اللوبة بحط كده مقاومة بتبقى اللي هي end of loop دي دي سي 1 بتوصل بالدية 2 بتوصل بالدية 3 متوصلين RS485 ده كابل 3 وير الدي تدكلموا مع بعض بالبروتوكول اللي اسمه BACNET MS-DB في الحالة دي الانترفيس دي انا بسموها روتار لانها بتحول من بروتوكول لبروتوكول لو انا عندي دي دي سي تانية دي دي سي واحد دي دي سي اثنين دي دي سي تلاتة وعندي هنا انترفيس والدي دي سي هادي بتتكلم بالبروتوكول الاوروبي اللي هو اسمه اللون توك هادي دي سي هادي بتتكلم بالبروتوكول الاوروبي اللي هو اسمه اللون توك هاعمل ايه الانترفيس دي متوصل على تي سي بي 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 هي فتحة نوتورك عادية جدا اللي هي قلنا رجي 45 بنتوصل بكابل كات سيكس بتتكلم ببروتوكول اسمه باكنت اي بي مع طبقة تي سي بي اي بي تمام دي بتحول لي البروتوكول اللي هو اسمه اللون توك لان دي دي سي هادي بتتكلم لون توك تمام فبطلع منها الكابل اللي بتكلم بي اللي هو اللون توك وابتدي ان انا اوصل دي دي سي هادي بتاعتي فيبه هنا الانترفيس بتاعت دي دي انترفيس اهي حولتلي من باكنت اي بي لبروتوكول اسمه لون توك برضو البروتوكول ده بيمشي في كابلة ثلاثة واير بتوصل توصيله ر اس ربعمية خمسة وتمانين في الحالة دي الانترفيس دي انا ما بسميهاش راوتر انا بسميها جيتوي يبقى الفرق ما بين الراوتر وما بين الجيتوي ان الراوتر بيحول لي من بروتوكول اسمه باكنت اي بي اللي بقدر اتكلم به مع طبقة تي سي بي باي اي بي بيحوله لي لبروتوكول اسمه باكنت ام اس تي بي لكن الجيتوي بتحول لي من بروتوكول اسمه باكنت اي بي بتحول لي لبروتوكول اسمه لون توك لان انا عندي الدي دي دي سي هات بتاعتي بتتكلم ببروتوكول اسمه اللون توك فعشان اقدر ان انا ارفعها على شبكة تي سي بي باي اي بي باستخدم انترفيس الانترفيس دي باسميها جيتوي اه اي اللي انت تعرفه من الفيديو ده ان الدي دي دي سي هات بتتكلم ببروتوكول من اتنين تت 이번 سلح هادة جوية المتنبة م erased اعلى سلحًا إذا كنت تشتغل بباكنت او لونتوك على حسب الجهاز اللي هو جاي لك هو مضربك انه هو يشتغل بأي بروتوكول فلو انت الدسيات بتاعتك بتتكلم لونتوك يبا انت هتحتاج انترفيس اسمها جيتوي بتحول لي الباكنت اي بي بتحوله لي لونتوك لو الدسيات بتاعتك بتتكلم بالبروتوكول الباكنت ام اس تي بي هتحتاج انترفيس اسمها روتر بتحول لك الباكنت اي بي بتحوله لك الباكنت ام اس تي بي شكرا اشوف في فيديو الجاي